يو كمان بتشوفوا الإغاني ديت يعني أعتقد أنه فيه كلام كده ساعات حلو جدا بس ساعات بنقول ما تقولش إيه هدتنا مصر وقول حندي إيه لمصر لأ بحنا على فكرة كمان ما هي مصر ممكن تدينا بس عشان تدينا لازم برضو احنا نديها مش إن احنا نقضى ندي 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 وما ناخدش حاجة وين هناخد ده إزاي؟ هناخد دعم طريق أن مصر تبقى في أحسن حال ولما مصر تبقى في أحسن حال أبسط حد لأكبر حد حيستفيد فبالتالي مصر هتبقى حلوة وإحنا كمان هنبقى حلوين بس لازم تكون البداية من عندنا وعلشان كده البداية هتكون من خلال أحداث مهمة زي المؤتمر الاقتصادي اللي هيكون في شرم الشيخ إن شاء الله واللي كلنا كمصريين عندنا أعتقد يعني أي حد قادر يساهم في المؤتمر ده كإعلام أو كغيره أو حتى كرجل شارع بسيط عنده هدف لازم الموضوع ده ينجح هينجح يعني هينجح وهيمشي يعني هيمشي بقوة وبإرادة المصريين وطبعا بإذن الله وحدود النهاردة هوا مش بس مجرد ضيوف جايين من العالم علاش خاطر يتكلموا في الاقتصاد والاستثمار لازم يكون المؤتمر ده كمان فرصة لإعادة التواصل مع العالم في كافة المستويات هما الناس دي مش سياحة مش دول سياحة سياحة يعني مستقبلية وسياحة محتملة طيب وزارة الأثار قررت أنها يكون لها دول في هذا المؤتمر من خلال تواجدها في هذا المؤتمر بجهود وبطريقة للتواصل عشان تستغل فرصة تواجد هذا الحجد من الضيوف الأجانب المتميزين والتقال زي ما بيقولوا علاش خاطر بلدنا إن شاء الله تستفيد على كل المستويات هنعرف ازاي من خلال الفقرة دلوقتي مع عدفنا وهو الدكتور محمد أحمد عبدالطيف وهو رئيس قطاع الأثار الإسلامية والكبتية بوزارة الأثار صباح خير يا فتا صباح خير يا شريف مظبوط الكلام دا ودحنا منستغل المؤتمر دا بكل طرق أكيد طبعا يعني هو بعد الفترة اللي فيها الدروب الكثير جدا في حالة اقتصادية مع الظروف المرت بها البلاد منذ أحداث سورة يناير 2011 خلاص يعني لنا فترة تقارب السنة في مرحلة التعافي تقريبا إن شاء الله وكانت خطوة مبادرة جيدة جدا من سيد الرئيس إنه هو يعلن عن هذا المؤتمر الاقتصادي يعني دا كنوع من جديد لإعادة اكتشاف مصر اقتصاديا وسياسيا لإبراز مصر بحالتها الطبيعية التي قد يكون بعض وسائل الإعلام في أوروبا أو في أمريكا مع وجود بعض الحوادث في بعض الأحيان تبرزها وتعظمها بشكل أكبر الدنيا كلها ستبقى مفتوحة قدام ضيوف المؤتمر الاقتصادي إن مصر إن شاء الله في طريقها إلى التعافي النهائي الدنيا ستبقى آمنة الدور بتاع وزارة الأسار في هذه الجزئية مهم جدا ورئيسي في عملية زيارة المناطق الأثرية المناطق الأثرية يمكن لو هتكلم لوزارة الأسار بتحاول تقوم بجهود مكسفة حاليا في كل الاتجاهات في هذا الموضوع بغض النظر عن المؤتمر الاقتصادي حتى لا يحدث لبس إن الاهتمام فقط مرتبط بحدث ولكن طبعا مع وجود حدث هام جدا تحت يعني زي ما نقول أندرس بوتلايت أو تحت المنظور للعالم كله طبعا درجة الاهتمام القصوى بتتزايد أكتر نظرا لوجود شخصيات لها ثقة العالمية ملوك ورؤساء بعض الدول ورؤساء وزراء وزراء اقتصاديين رجال أعمال أصحاب شركات كبرى فبالتالي الموضوع متكامل جدا دور وزارة الأسار في الأسار في المناطق الأثرية المختلفة يمكن أنا هتكلم فقط على الجزء اللي أنا يعني بأشرف بأن أنا بتولى مسؤوليته وهو قطاع الأثار الإسلامية والقبطية وعلى فكرة دازم أقول كمان واليهودية لأن اليهودية هي جزء من تراث مصر رغما عن أنف أي شخص وهو جزء مهم جدا وده مش شيء من الغي طبعا المناطق الأسارية في الأسار الإسلامية متواجدة زي الأسار المصرية القديمة في طول البلاد وعرضها ويمكن في رضعية قد تكون أفضل إلى حد ما بحيث أنها في وسط المدن كمان هي الأسار المصرية بتوجد معظمها في خارج طبعا مع التوسعات العمرانية زي القاهرة نلاقي الجيزة أو الهرم خلاص أصبح جزء يعني شوية وهي بقى وسط البلد إنما الأسار الإسلامية في سورة البلد أو في سنتر البلد زي منطقة شارع المعز ومنطقة الجمالية القديمة عندنا قلعة صلاح الدين في القاهرة عندنا منطقة شارع الصليبة اللي بتبدأ من ميدان السلطان حسن أو ميدان صلاح الدين حتى جامع ابن طلون عندنا منطقة السلطان حسن عندنا أيضا خارج القاهرة لو أرد بعض الضيوف زيارة أماكن أثرية قيمة جدا زي قلعة قايد باي في الإسكندرية زي بالقرب منهم دير سانت كاترين في كاترين كأثر من الأسار القبطية عندنا دير الأنبى أنتونيوس في البحر الأحمر دير الأنبى أبولا في البحر الأحمر طبعا يعني لو أعدنا عدد الأسار الإسلامية مصر فيها حوالي 1024 أسر إسلامي مش كلهم بنفس الأهمية والقيمة لكن الأسار الإسلامية التي قد تكون مهيئة للزيارة قد لا يتسع وقت أي وفد لاستيعاب حتى ولو 10% منها لكن على أي حال من الأحوال احنا عملنا الاستعدادات الكافية وطبعا حتى لنظلم بعض الجهات الأخرى التي تتعاون معنا يعني وزارة الداخلية بتقوم بجهد مشكور جدا في عملية التأمين بالنسبة للمحافظات والمحليات تم خطبتها من سيادة الوزير ويمكن كان فيه اجتماع في المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة يوم الأحد الماضي بالتحديد وأنا كلمت فيه مع سيادة المحافظة الدكتور جلال السعيد محافظة القاهرة لأن يمكن 80% تقريبا أو 70% تقريبا من الأثار الإسلامية والقبطية المركز الرئيسي لها في محافظة القاهرة وبالتالي محافظة القاهرة عليها عبء كبير جدا في عمليات النظافة بالأثار أو بالمناطق المحيطة بالأثار طبعا وزارة الأثار مسؤوليتها تقع في هذه الجزئية داخل الأثار ولكن المناطق المحيطة لابد من قيام الجهات المسؤولة المتمثلة طبعا في حافظ القاهرة وهم متعاونين معنا جدا في وجود دكتور جلال بصراحة والأحياء برضو هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتقوم بدور هام جدا احنا كمان كنا يوم السبت قبل الماضي السبت اللي فاد ده بالزبط كنت في جولة مع سيادة الوزير دكتور مبدوحة دماطي ووزير الأثار ومحافظة جيزة الدكتور خالد العدلي برضو على الجانب الآخر بنتأكد من الاستعدادات في المناطق الأثارية طبعا الهرم دي أثار مصرية يعني مش في القطاع بتاعي لكن احنا كنا بنشوف فندق ميناء هاوس وفي ناس كتبة جدا متعرفشين فندق ميناء هاوس أصبحت فيه أجزاء كبيرة جدا أو كثيرة جدا أثارية وأصبحت مسجلة أثار في تعداد الأثار الإسلامية وناس كتير جدا من الضيوف وزوار مصر حتى في الأحوال العادية بيحب زروها لأنها مرتبطة بشخصيات عالمية كبيرة جدا ومؤسرة يعني ناس كتيرة جدا نزرت في هذا الدير يعني مجلس الحرب بتاع الحرب العالمية الثانية ثلاثة أو أربع جلسات أو اجتماعات من اجتماعات وتم عقده في أحد قاعد فندق ميناء هاوس والتجهيز لكام ديفيد ونجوم العالم وفاق سيناترا وغيرهم وغيرهم طيب الفكرة في حاجة درواتسي حتى كده تعلم ده جيدا أنه معلش ده شق برضو ليه علاقة بالأثار الموجودة في منطقة القاهرة القديمة تحديدا والأسلامية يعني فيه أثار كتيرة جدا كانت تتبع أو كانت جزء منها تتبع لنيونسكو تمام؟ وبعدين اللي حصل أن بعد ما حصل ظروف الاقتصادية العالمية وعندنا برضو الصورة وخلافه وبدأ فيه دعم كتير في يونسكو شارط سحبة إدها من هذه المناطق فيه أثار كتيرة جزء كبير بيعاني من الإهمال الشديد بغض النظر بقى عن من المسؤول بس بيعاني من إهمال الشديد بسبب انسحاب من كان يدعم هذه الأماكن بالرعاية أو بالاهتمام أو بخلافه وتعرضت للإهمال ودي كرسل لأن دي في الأول في الآخر بيبقى شيء جوهرة لكن زي ما حتك قلت ممكن يكون مدفون في قمامة مدفون في إهمال مدفون 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 هل النهاردة هنعمل إيه يعني أنتوا عدوك وانا عارف حتى كما عندك خطة بشكل عام بقى للأثار الإسلامية والكبطية في بصر أنا عايزة أردح لحضرتك بس أحنا متكلم صح ولا لأ لا لا يعني قصة حضرتك يعني إحنا عايزين نبدأ مرحلة جديدة يعني تجميل الأمور في غير الواقع ده مش فصل إحنا يعني إحنا كده بدين لا 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 أنا بادئ من ساعة ما يعني استلمت مكاني في 1 فبراير الماضي ده يعني فترة وجيزة جدا لكن على تواصل مع الإعلام لأن أنا عندي قناعة أن الإعلام هو المرآة أو الواجهة الأخرى التي قد تبرز يمكن حتى بلاش السلبية تبرز إنجازات المكان بتاعه وشغلك فده صلحك ودعمك إذا كان في سلبية أنا برضو يعني مش هشوف كل حاجة بنفسي قد يكون شيء محدش لفت نظر لي محدش وجهني لي محدش قال لي أن هنا الحتة دي فيها جزئية تحتاج إلى تدقيق منك فالإعلام لي دور مهم جدا سواء إعلام مرئي أو مسموع أو مقروق فده مهم جدا بس عايز أوضح حاجة لأنه أصير حتى قبل أن أتولر أسقطع الأسر الإسلامية في مسألة اليونسكو هي اليونسكو حقيقة لم تقوم بشط بأي مواقع أسر الإسلامية ولكن هددت في فترة تقريبا في سنة 2012 2013 يعني لحد منتصف 2013 طبعا إلى أن تقريبا كانت كل أجهزة الدولة شبه معطلة أو شبه متوقفة وما كانش الأمور فيها متابعة ويمكن كانت الدولة في هذه الفترة في توقيت 2012 أو من نصف 2013 كان في أولويات أكتر من ديها الاهتمام أكتر فبالتالي كان مع وجود إهمال بسيط من البداية تزايد هذا الإهمال وتضاعف مما أدى إلى أن اليونسكو توجه إنزار حقيقي في بعض الأماكن لكن لم يتم شط بزي ما بعض الوسائل الإعلام ذكرت لم يتم شط بأي أثار نهائيا واللي حدث منذ حالة الاستقرار اللي بمر بها منذ العام الماضي زجت وفوت كتير جدا من اليونسكو وأصبح حتى منذوب مصر في اليونسكو مفاعل الدور بتاعه بشكل قوي ورئيسي جدا ويبال بالعكس أسنت على الجهود مش طبعا أسنت لأن احنا أصبحنا وصلنا لدرجة يعني 100% يعني 100% بكل شيء لا بس مقارنة بالظروف اللي احنا بمر بها يعني حاك معترف معنا أن ما قبل 2011 كان الحال في جزء كبير من الأثار على مستوى الاهتمام والنظافة والأمن وكان أحسن مكتر كان كويس جدا وكان بالعكس كان بيتقدم يعني عشان برضو كان بيتقدم وكان كنا بدأنا نصل لمرحلة جيدة حصل ضروب فظيع جدا في فترة دي أدى إلى زي ما بقول كده لو هنسلسل الأحداث أدى الموضوع تقديم إنزارات الإنزارات دي تحولت إلى شكر وإشهادات في بعض المواقف وعايز برضو أأكد تاني الإشهادات دي مش لأن كل شيء أنجز تمام هما الإشهادة يعني هما بيقارنوها باللي تحت إيدينا دلوقتي من إمكانيات سواء إمكانيات مادية مع توقف حركة السياحة تقريبا بنسبة كبيرة جدا وإن كانت بدأت تتعافى هي أيضا في فترة أخيرة ومع برضو الظروف أن التحرك لو تتخيل أن بعض المشروعات اللي تصرف عليها ملايين هذه المشروعات مش مجرد أنها تترمم وتتقفل لا تحتاج لسيانة دورية التمويل لهذه السيانة الدورية توقف في السنتين ثلاثة اللي فاتوا فده طبعا أدى إلى أن احنا في بعض هذه المشروعات مش كلها هنرجع إلى نقطة صفر تاني موضوع الإنفلات الأمني بعض الأشياء اللي تم تركبها وكلفة مبالة كبيرة جدا يعني بعض الفوانيس حتى الكهربة الإضاءة المعمولة على النمط القديم الإسلامي الجميل في شهر المعز يعني من المؤسف يعني أن يتفكت في بعض الأحيان يتفكت تماما وتشارت خالص يعني فكل هذه الأشياء طبعا لما تيجي تترجم حذر تترجم لفلوس وفلوس مش صغيرة جدا أموال طائل ملايين بل تحتاج إلى مليارات في بعض الأحيان في المجمل العام يعني يعني لكن الأمور بدأت تمشي في اتجاه كويس عايز أقول أنه في سلبيات أو في سلبيات في تقصير في بعض الأماكن في تقصير لكن احنا بنحاول دلوقتي حتى عملية تغيير في بعض القيادات في المحافظات في الأسار على مستوى القاهرة العاصمة أو على مستوى المحافظات في الأقاليم في الواجه البحر والواجه الإبلي وده مش مجابة كلام أنا خدت فيه خطوات بس ما ينفعش أن أقول هذه الإجراءات لكن تم فعل تغيير بعض القيادات في المناطق الأثرية تم ضخ دماء جديدة جدا في العمل الأثري في توجه كبير جدا إلى تقديم الشباب في صورة جميلة جدا أنهم يخدوا موقعهم القيادة وطبعا مش موضوع برضو عشان يبقى الأمور راضحة مش موضوع الإلحاح على كلمة الشباب لمجرد صغر السن وإنما له شروط معينة أنه هو يكون مش مجرد شاب وإنما يكون متمكن متميز بكلم لغة أجنبية كويس فاهم بيعمل إيه عنده طموح عنده استعداد أنه طوى في العمل الأثري وده برضو مش مجرد كلام مرسل وإنما حدث بالفعل خلال أسبوعين ثلاثة اللي فاتوا وتم الدفع ببعض الشيارباب في مراكز قيادية مهمة جدا وإن شاء الله في القريب العاجل ستكون هناك قرارات كثيرة جدا في هذا الاتجاه لتطوير ودفع منظومة العمل الأثري إن شاء الله طيب النساء بقى للأثار غير مدرجة في وزارة الأثار برضو الفترة الماضية كانت فيه اتجاه كبير جدا ويمكن أعتقد أنه كان اتجاه سياسي إلى حد كبير بعدم التسجيل وطبعا يعني حركة بطول الأثار هي إذا لم تسجل ما ينفعش نطلق عليها أثار وإنما ممكن نقول الأماكن ذات القيمة التي لم يتم تسجيلها ما بقيتش أسف ما بقيتش أسف لسه لكن أماكن غيرت القيمة التي لم يتم تسجيلها بقيتش أسف بصحة لأننا عارف برنامج حضرتك مشاهد بالنسبة كبيرة أنا فهمت هنعمل إيه طيب في الحاجات دي لا إحنا دلوقتي الشهر اللي فات دخلنا حوالي ستة أماكن في أماكن مختلفة بس ما نفعش نحن نقول حشان خلاص لما ياخدوا الإجراء القانوني وتم نزول لجان لمعاينتهم وعمل تقاريب علمية فنية عليهم وفي طريقهم للتسجيل وكلفت أنا الزملاء من الأثاريين رؤساء الإدارات المركزية أو مدرين العموم في المحافظات في مصر وكل الأماكن الأثرية بحصر هذه الأماكن في محافظاتهم ذات القيمة التاريخية والفنية والمعمارية طبعا برضو عشان نكون صريحين وإحنا مبدأ الصراحة هو اللي هنشتغل بها على طول مش هنقدر نسجل كل هذه الأماكن دفع واحدة لأن ده بيترتب عليه تكاليف وترميمات ومشروعات لأنه خلاص لو المكان سجلته كأثر أصبح هو مسؤول منك بساكل كبير جدا إذا لم يكن في مسؤولية جهات أخرى مثلا زي الأوقاف أو كده لكن بنقول أن احنا هناخد خطة بحيث أن ناخد اتباعا في هذه القائمة في كل محافظة مثلا ناخد أثر أو مكان يعني من الأماكن ديت أو اتنين بحيث يدخل في إجراء التسجيل ولما ننتهي منه ناخد اللي بعده في القائمة لحد ما مثلا إن شاء الله لا أطمينك أني برضو كان فيه من فترة كويسة جدا حوالي 10 أو 12 سنة كانت فيه لجنة بقرام من رئيس الوزراء كويسة جدا ودي أفادتنا بحصر المباني ذات القيمة الفنية والتاريخية فحتى الآن هذه المباني حصرها مش تسجيلة الحصر ده تابع للمحافظات فحتى الآن هذه المباني إذا لم تسجل وتتبع وزارة الأسرار فهي تحت مسؤولية المحافظات غير مسموح بهدمها غير مسموح بهدمها ما يقدرش بالسهولة أو باليوسف زي ما حدك ممكن تتخيل كده بيحصل لأنه طبعا أكيد فيه تجاوزات في بعض الأماكن هذا شيء طبيعي ما نقدرش نقول أن الأمور الوردية للنهاية فيه تسجيل فيه أماكن هذه المدرجة على قوائم المباني ذات القيمة التاريخية وهي تعتبر في حوزة وفي عهدة المحافظات لحين الانتهاء من موضوع تسجيلها ما هي الرؤية بقى بشكل عام اللي موجودة من متابعة حرارتك ومن احتكاكك بشكل يعني مباشر مع الوزارة أو حتى مع الوزارات الأخرى المعانية وزارة الثقافة مجلس الأعلى كل دول يعني الناس دي معانيين مفروض بشكل مباشر بالأثار المصرية مصر هي من أغنى دول العالم تكون أغنى دول العالم في احتواءها على أثار من مختلف العصور ومختلف الأزمنة احنا فين بقى رايحين فين احنا كده شوف حركة احنا يعني دي كلمة أنا بكرهاها كتب جدا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي سلسلة حلقات التاريخ فيها لا تنقطع منذ أن خلق الله الأرض ومن قبل التاريخ لمن سماعاتنا الإنسان نعرف في تسجيل التاريخ حتى الفترة اللي احنا عايشينها دي أو حتى لو قلنا مجازا صورت يولي 52 وبالتالي عندنا نتج عن كل هذه العصور التاريخية صروا هائلة جدا طبعا وزارة الأثار من الوزارات التي تعتمد على التمويل الذاتي في ناحية المادية فبالتالي في عبء كبير جدا بالذات مع حركة التسجيل لأن حركة التسجيل بيتبع قاعدة في القانون كل ما مر عليه 100 أثر وزوء قيمة فنية وتاريخية وأثارية 100 سنة يعني يسجل فبالتالي مع مرور الزمن بيتضم عليه كم كبير جدا من المباني وكم كدير جدا من الأثار فمحتاج مزاليات يعني الله في حاجات بقالها 50 سنة تعتبر لا أستخلي بالحركة ده كمان قبل جمالها بقى المعنائي أنا أقول لحضرتك هذا القانون بيستسنى شرط المائة عام دوت إذا كان في مكان زوء قيمة فنية أو تاريخية أو مرتبط بشخص يعني فيه الاستثناء فيه الاستثناء يعني إحنا مثلا من حوالي 10 أو 12 سنة تم تسجيل منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مجلس قط الصورة توفى في سنة 1970 يعني الكلام ده ما عداش عليه هو منزل السادات حاليا فطبعا إذا كان المكان مرتبط يعني فيه نحية جمالية متميزة أو يستحق أو مرتبط بشخصية لها قيمة تاريخية وسقل سياسي أو سقل علمي أو سقل ديني أي أن كان نوعية المجلسة ما كانش فيه أي اتجاه بما أننا نحن مكلف المزاق وده حيبقى آخر سؤالية ونتمنى طبعا لكم التوفيق إن شاء الله في المؤتمر وجهدكم وصدافة الناس وإن شاء الله مصر تشرفوها بس أنا أتكلم أنه ما فيش أي اتجاه للتعاون مع هيئات أو شركات خاصة في مسألة الدعم يعني مثلا ممكن منزل حنقول أي حاجة مثلا منزل زعيم عبد الناصر أحد رجال الأعمال اللي بيحب جدا زعيم عبد الناصر فيدعم هذا مثلا ترميم المنزل في مقابل أنه يقال أنه تم ما بين مزارة الأثار وبين التعاون مع رجل الأعمال فريق أو الشركة فلان وحاجة للزمن مثلا أنا بقول هل في اتجاه للتعاون مع قطاع الخاص حضرتك من ضمن المقترح اللي أنا قدمته لسيد الوزير الموضوع التطوير هو من ثمانية محاور أحد هذه المحاور وده كان منسي تماما هو التعاون مع المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني أو البيت سيكتور البيت سيكتور القطاع الخاص وفي مؤسسات كثيرة جدا محترمة إحنا دلوقتي فتحنا قنوات معها وأنا جالي أكتر من 3-4 مشاريع دلوقتي إن شاء الله أقربهم سيكون في منطقة السلطان حسن مع إحدى المؤسسات المصرية حتى لو مؤسسة أجنبية إحنا بنبحث فيها طبعا بالتعاون مع الجهات الأمنية عن مصادر التمويل لأن دي كمينة جدا عشان ما تخلش في مشكلة إن حد يعني اللي تتحرك بتعرفه غسيل الأموال وكلام ده كله مزهوط فالجهات الأمنية تدينا لو كان رجل تمام أو الهيئة تمام هيئة علمية فيه هيئات تابعة لجماعات أو مؤسسات أو حكومات من دول يعني بشكل رسمي أو منظمة معروفة أو مؤسسة معروفة إحنا فتحين الباب تماما في هذا الاتجاه وفيه أكتر من 3-4 مشروعات تحت الدراسة وإن شاء الله في القريب العاجل هيكون في حاجة نموذج تطبيقي واضح بالذات في منطقة السلطان حسن لأنها تحت الأنظار وبيجي لها زوار كتير جدا ملوك ورؤساء يمكن أخيرهم كان حرم الرئيس الراحل السادات سيدة جهان السادات وحرم مبراطور إيران السابق فرح ديبة ويعني كل يوم التاني فيها زيارات بهذا الشكل نتمنى فاندم إن شاء الله دكتور محمد لطيف رئيس قطاع الأفضل الإسلامية القبطية بحقيق وبنشكرك شكرا جزيلا ويعني يحيى في حضرتك إن حضرتك مواجه ومش من الناس اللي بيعودوا يقولوا لا وإحنا حلوين قوي لا ما ينفعش متصالح مع الواقع وبتواجهه للتطور لا ينفعش يا سيد شريف بعد صورتين يعني شباب لا لا ما ينفعش وإلا هنرجع لنقطة صفر تحت الصفر كمان يعني لازم نبقى واقعيين وبالعكس احنا بنشكركم وبننتظر منكم يعني ما بنقولش نقط أي توجيه لأي شيء في سلبي احنا تحت أمركم لأن ده التراث اللي احنا بنراها حاليا مش ملكي ولا ملكي أي حد ده ملك مصر بل ملك اليسانية كلها ده ملكي الإنسانية كلها يعني بالضبط فاصل وحرجع لكم تاني بيتمعاني